مشاهدين في كل مكان صعب الله صباحكم بكم بخير أهلا بكم إلى هذا المجازي الإخباري بدايته بأبرز العنوين تنصيب أربعة مديريات جهوية لتنشيط الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفريقة وحنون تسابق الزمن لوضع آخر روتوشة لبرنامجها الانتخابية باروناتو التهريب تطلق مخططات لاستمرار الفتنة في غردايا ومصارح الدرك الوطني تحصي عشرين شبكة للتهريب بالولاية أفضت مديرية الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبدالعزيز بوتفريقة إلى تنصيب أربع مديريات جهوية لوسط وشرق وغرب وجنوب البلاد من أجل ضمان سير الحسن لحملته الانتخابية حيث تم تنصيب محمد جميعي القيادي في جبهة تحرير الوطني على رأس مديرية الشرق وملود شرفي القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي على رأس مديرية الغرب وقد بدأ العمل بالتنسيق الجديد منذ يوم أمس الأحد إلى ذلك يعكف فريق الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات 2014 الوزح النون على وضع آخر روتوشات على برنامجها الانتخابي والذي حمل عدة تدبير ترى لويزا حنون أنها قادرة من خلالها على استقطاب أصوات الناخبين المزيد في سياق تقرير عبدالزيدي لويزا حنون التي تخوض غمار الرئاسيات للمرة الثالثة يبدو أنها تراهن على برنامج انتخابي طموح لاستقطاب أصوات الجزائريين أين صبت جل اهتمامها على وضع برنامج شامل يستجيب لآمال وتطلعات مختلف الشرائح الاجتماعية فقضية رفع الأجور تتصدر أولويات برنامج الوزح النون هذه قضية الحد الأدنى للأجر بطبيعة حال رحي لا بد نظر فيه كما قلنا في وقت من الأوقات درنا دراسة وابانية وكذلك دراسة دولية ما هو ممكن أن نبقاه في خمسة دولة يعني عائلة من سبعة فرد يعني أحد الأدنى للأجر يعني التاحة اللي تقدر باش تعيش به وتقتاد كل شيء جزائري وباش تكون على عاتمة الفقر ما هو ممكن يعني تعيش أقل من خمسة وتلاتين ألف دينار ميزانية مالية إضافية للقضاء على أزمة السكن وإدراج منحة مخصصة للكراء حلول تراها زعيمة حزب العمال أنها كفيلة بالقضاء على كابوس ملف ظل يؤرق الجزائريين لكن قبل ما يكونوا الورشات تنتهي بالعمل ندعي من كنا ندير واحد الاختراع وهو كيف أننا نساعد المواطن على الأقل بمنحة للكراء لويزا حنون التي تعتبر استقرار الجزائر وسيادتها خط أحمر ستعمل على تأسيس جمهورية ثانية في حال دخولها قصر الموردية في ملف الرئاسية نبقى حيث تنتظر الجلية الجزائرية المقيمة بالمهجر الكثير من الاستحقاق الرئاسي القادم حيث تعاول على الرئيس المقبل للجزائر من خلال الاهتمام أكثر بهم خاصة متعلقة بأسعار التذاكر ونقل الجثمين المزيد في تقرير محمد سعداوي تعد الانتخابات الرئاسية المقبلة محطة مهمة لجميع فئة الشعب الجزائري ومنها الجالية الجزائرية التي تبدأ اهتماما كبيرا بالانتخابات وتأمل منها أن تكون فألة خير على البلاد نحن ننتظر من الرئيس القادم أن نرى فيها جزائر الغد جزائر مستقرة آمنة تعطي فرصة لكل الجزائريين منحن فرص للعمل وتخفيض في أسعار التذاكر للتنقل للجزائر أمر يطلبها المهاجرون الجزائريون من الرئيس الجديد فيه ناس حقيقة يستطيعون أن يقدم الكثير والكثير والكثير لهذا البلد يجب أن نعطيهم فرصة يبقى أن أفراد الجالية الجزائرية في الخارج يمثلون رقما مهم في الانتخابات المقبلة فعدد المسجلين في القنصليات فقط فاق المليون وستمائة ألف شخص وبخصوص الوضع في غردية عاد الهدوء ليخيم على الولاية بعد فتح خنوات الحوار مع عائلات الضحايا الذين لاقوا حتفهم إثر أعمال العنف التي استجدت منذ ثلاثة أيام هذا وكان الوزر الأول بالنيابة يوسف يوسفي قد توجه إلى عين المكان من أجل الفصل في أحداث الشغب وبعد الاجتماع بعائلات الضحايا لمواساتهم شدد على ضرورة تسريع وتيرة التحقيق وتسليط أقصى العقوبات على المجرمين إضافة إلى وضع مخطط أمني خاص من أجل استفاء الأمن بالمنطقة في أقرب وقت ممكن إلى ذلك أسفلت تحقيقات التي قامت بها مصارح درك الوطني عن وجود مخطط خطير من طرف بارونات تهريب للإبقاء على الأزمة في غردايا ورفع حدتها وفقا لما كشفت عنه جريدة النهار في عددها صادر اليوم ضمن مجموع مقالات هامة حول الحدث هذا وبغرض تنفيذ عملية تهريب المخدرات وهو ما يؤكده حجز كمية هامة من المخدرات منذ بداية الأزمة بالمنطقة وحسب جريدة النهار فقد بلغ عدد تفكيك شبكات تهريب إلى قرابة العشرين شبكة اقتصاديا يعد الانتقال من عقود الانتفاع الدائم إلى عقود الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة من بين الإجراءات التي اعتمدت عليها الوزارة الوصية لاحتواء أزمة المنتجات الفلاحية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع مزرعة هاني عيسى نموذج حي للاستثمارات الفلاحية التي تنتظر لاستفادة من عقود الامتياز لتحقيق قفزة نوعية المزيد في تقرير محمد شوقي علاك مزرعة هاني عيسى واحدة من مزارع إنتاج الحالب بالجزائر والتي اعتمدت على أموالها الخاصة لتكثيف المنتوج رغم الإمكانات المحدودة والعراق للكثيرة تسوية وضعية المستثمرات الفلاحية في إطار عقود الامتياز من شأنها تحقيق قفزة النوعية في القطاع الفلاحي والنهوض بالاقتصاد الوطني هي إذن خطوة مباشرة لتطوير الصناعات التحويلية للمنتجات الفلاحية وتنويعها والتي ستمكن من إعطاء قيمة مضافة في القطاع وخلق الثروة وتوفير مناصب شغل للشباب تضافر جهود جميع الهيئات من أجل رفع الانتاج الفلاحي يعتبر كسبا لرهان الأمن الغذائي والرقيب الانتاج الوطني إلى مستويات تجعل الجزائر في مأمن من تقلبات الأسواق الدولية ونختم بالشأن الصحيح حيث لا تزال عملية زرع الأعضاء البشرية تعرف نقصا كبيرا بالمستشفيات الجزائرية يحدث هذا رغم الجهود المبدولة من طرف الجهات المختصة من أجل رفع عدد العمليات سنويا والاقتراب من المعدلات العالمية في التبرع بالأعضاء المزيد في تقرين من المجرى ما زالت عملية التبرع بالأعضاء في الجزائر تنحصر في الطلب بين أفراد العائلة رغم التحسيس بأهمية التبرع في إنقاذ حياة الكثير من المرضى إذا اعتبر الأطباء أن التبرع بالأعضاء شيء إيجابي ولكن هذه الثقافة ليست منتشرة بعد في الجزائر المتبرعين هذون سواء أحيان من العائلة والله الناس المتوفيين لهذا لازم نزرع ثقافة التبرع في المجتمع إذا لم نزرعنا لهم لكي الناس لم يقبلوا لكي يأخذوا لهم الأعضاء تاهم بعد الوفاة كل ما درناولوا ونلاحظوا بالنسبة على الرفض في العائلات لحق 80% رجال الدين من جانبهم يجيزون عملية التبرع بالأعضاء شريطة وجود دوابط لهذا التبرع ولا أنها في المجتمعات كلها تنادي بهذا الإيثار وتنادي بهذا التعاول هنا لابد من نشر هذه الوعي ونشر هذه الثقافة ونشر هذه التوعية للإسانة التبرع بالأعضاء من شأنه أن ينقض حياة أناس في لحظات حارجة غير أن ثقافة التبرع بالأعضاء في الجزائر ما زالت تنحصر بين العائلة بهذا نصل إلى الختم إلى اللقاء